هذا وقد أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلين هيانة وليعادي أبو ظبي نائبه القيد العالي لقوة المسلحة صلاة عيد الفطر السعيد مع جموع المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير بمدينة أبو ظبي وأدى صلاة إلى جانب سموه سمو الشيخ سيف بن زايد سيف بن محمد آلين هيانة وسمو الشيخ سرور بن محمد آلين هيانة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آلين هيانة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي وعدد من الشيخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي لدى الدولة وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين وعقب صلاة عيد الفطر السعيد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلين هيانة التهاني مع جموع المصلين بحلول عيد الفطر السعيد بعدها قام سموه والشيخ بقراءة الفاتحة على روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آلين هيانة داعين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته